اهلا بحضراتكو انت عارف انه الرقعة الزراعية المصرية مساحتها افقيا زادت يعني مثلا كانت قدي كده بقيت قدي كده بس كده لا هي كمان الانتاجية بتاعت الفدان زادت يعني الفدان مثلا اللي كان بينتج طن من اي شيء اصبح بينتج طن ونص وطن سبعمية طن تلتمية اتنين طن على حسب نوع الحاصلة الزراعية او ما تغله علينا الارض الطيبة زي ما بيتقال كده لكن بالارقام هتلاقي انه انت في حاجات كتير جدا حققت منها بالفعل اكتفاقت ذاتي وبالارقام هتلاقي ان انت حققت معدد صدرات عمرك ما كنت وصلت له في تاريخنا الزراعي يعني الصدرات بتاعتنا ونقعد عمرك الصدرات بتاعتنا الزراعية الطازجة غير المجففة غير المعلبة اللي معاليهاش اي عمليات صدرات طازة تصل لحوالي 6 مليون و300 ألف طن احنا ما كناش بنقرب من الرقم ده رقم كان بعيد المنال وزارة الزراعة وبدعم مباشر وواضح وصريح من رئيس الجمهورية اشتغلوا بحيث ان احنا نوصل لرقم زي ده هتيجي تقولي طب انا هيهمني في ايه هقولك لما بتصدر بعض الحاصلات الزراعية ده معناها ان انت عندك اللي انت بتصدره ده انت مكتفي منه ذاتيا خلاص وبالتالي الفوائض انت بتذهب بيها للتصدير ده واحد تصدير يعني فلوس يعني اتجارة يعني فلوضاعة خرجت وقبط فلوسها او بقبط فلوسها طيب الاهم من كل ده انه لما انت بتخطي الخطوة دي معناها ان انت مستمر في التخطية يعني من كان يحبو انا له الاوان ان يمشي ومن كان يمشي فانا له الاوان ان يقطعها هرولة ثم جريا حبوا فمشيا فهرولة فجري هي جاية جاية هتيجي تقولي ازاي هقولك كلنا شغالين على ده حتى انت المزارع نفسه شغال على ده فيه مطبط في السكة فيه مطبط في السكة المطبط كلنا بنشتغل على انها تنتهي نسفلت الطريق باللغة العربية كدلك نعبد الطريق للمزيد من التصدير ده اللي بتعمله الزراعة ده اللي بيعمله الحكومة على بعضها مجلس الوزراء ده اللي بيوجه بيه الرئيس اذا كان فيه اي معوقات يالله بينا نشتغل على ان احنا نزيلها طيب تعال هاخدك على دراسة رائعة جدا عملها مجلس الوزراء تحديدا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء الدراسة دي فيها تقرير معلوماتي لطيف ويمكن كتير من زملائي واصدقائي والى اخيره قالوا ليوسف احنا مش عاوزين ناخده بالتفصيل قوي لانه بيبقى فيه كلام كتير جدا صعب على يعني مش صعب على حاجة بس انا هحاول ابسط ولخص قدر الامكان يعني مثلا امي دايما تقول ليوسف التقرير بتاع مجلس الوزراء ده رائع بس هو فيه كلام كتير جدا متخصص بسط حاضر انه بسط شان خاطر ماما والله تعالوا نبسط نشوف كده التقرير الاول عنوانه ايه التقرير بيتكلم انه في ظل الازمات المتوالية اللي بتعصف باقتصاد العالم فمصر انتهجت نهج اسمه نهج العدالة الاجتماعية او مظلات الحماية الاجتماعية النندرة الرمضي ضاق سكت مش انا سيطة النندرة الرمضي بتاعتي في العراق ايه بقى عندي النندرة الزرقاء ايه المهم طيب سياسات العدالة الاجتماعية ومظلة الحماية الاجتماعية بتاعة مصر كانت شكلها ايه وبقت ايه زي ما كنت بقول لك وإحنا كنا فين وبقينا فين العنوان حتى بتاع المركز الإعلامي اللي تابع المجلس الوزراء بيقول أين كنا وكيف أصبحنا حيلو تعالوا ناخدها في السريع ووحدة ووحدة بس هنعتمد هنا على البنك الدولي وعلى الأمم المتحدة وعلى صندوق النقد ده ما بدأ أين تعالوا نشوف كده أول سلايد إحنا بصين عليها إزاي كنا فين وبقينا فين أين كنا وكيف أصبحنا بص يا سيدي أول حاجة أيوا بص يا سيدي يقول لك إيه إحنا في البنك الدولي برنامج الحماية الاجتماعية ده التوصف بتاع البنك الدولي تحديدا ده مش توصفنا فبييقول يا جماعة مصر محتاجة ده الكلام ده كنا زمان كانت كلامه زمان بيقول مصر محتاجة لتصميم هيكل وبناء كف اللي تقديم خدمات الحماية الاجتماعية ليه؟ لأنه الفئات الأكثر احتياجا محتاجة ده وبشدة ده كلام البنك الدولي طيب البنك الدولي النهاردة بيقول لنا ايه او في 22 قال لنا ايه قال لنا انه برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري خد بالك ما قالش اصلاح وسكت لا ده قالك وتوسيع خد بالك بقى نطاق برامج الحماية الاجتماعية اللي شملت شبكات الامان الاجتماعي وكميات السلع الغذائية على البطاقات بتاعة التموين او انه برنامج زي تكافل وكرامة او انه يبقى في عندنا التحولات النقدية اللي ما بين اكبر الاستثمارات لتنمية رأس المال البشري اصبحت واقع ملموس ده كلام البنك الدولي طيب كلام الامم المتحدة ما كانش مختلف قال لك مصر لازم تعمل تقدم وتنمية في مسألة دعم الفئات الاقصر احتياجا طيب الامم المتحدة هي هي قالت ايه في 22 احنا الكلام ده كان زمان وزمان ده ده واحنا لسه بنقول صباح الفل الجمهورية الجديدة يعني 14 و15 وما الى ذلك فمصر تيجي تقول لك لا اسف الامم التحدة تيجي تقول لك ايه على مصر قال لك انه مبادرة حياة كريمة دي سهمت في تحسين الظروف الاجتماعية بتاعة المجتمعات الريفية والاكثر فقرا يعني اللي هتسمعه عند الاخوة ينحاول حياة كريمة كذب انا هقول لك صدقني يا عم سيبك مني انت مصدق الامم المتحدة ولا لا هيجملونا الامم المتحدة ما يجملونا شي جملونا ليه انا من الناس التي لزالت مقتنع ان المجتمع الدوي اصلا لو عليه مايسيب لكش قومة بس الواقع الواقع ما فيهوش مدارع يعني ما تقدرش تخبي ينفع تغطي نور الشمس ما ينفعش ينفع تغطي انه دلوقتي نهار او دلوقتي نيل ما ينفعش الواقع بتا حياة كريمة بيقول كده انه اتغيرت حياة الناس في الارياف اتغيرت للاحسن ده تقبل الامم المتحدة طب شوف صندوق النقد بيقول مصر محتاجة لتنفيذ سريع لخطط اصلاح النظام بتاع الدعم وتدبير اموال او مالية لازمة لتوفير قاعدة مالية كافية كلام كبير جدا من الاخر صندوق النقد بيقولك يا جماعة خدوا بالكو انتو عندكم فئات اكتر احتياجا وفئات شديدة الفقر محتاجة دعم مباشر وضروري ساعدوا الناس دول فتشوفهم في 22 بيقولوا انه الاجراءات اللي خدتها مصر لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات اللي محتاجة ده اصبحت حقيقة وساعدت على امتصاص الازمات الاقتصادية الدولية تعال نشوف اللي بعده ايو صفحة اتنين هم 11 دايما انا اقولك ايه على الايكونوميست اقولك ان الايكونوميست دي هي اكبر مجلة ومطبوعة اقتصادية في العالم والايكونوميست ما بتجملش حد وما بتسميش على حد خالص ما بيهمهمش حاجة دي ناس ماشية كده ايه اوعى وسع وسعى على رأي حمد ساعة بصر الايكونوميست كانت بتقول ايه بتقول تحديدا على ما احنا خلي بالك لما باجي بتكلم على حماية اجتماعية يبقى لازم يبقى مشمول فيها الصحة فهنا هيتكلموا على فيروس سي فيروس سي مصر كان فيها وده كلام الايكونوميست ستة في المية من المصريين عندهم فيروس سي لو افترضنا ان احنا كنا في الوقت ده مثلا تسعين مليون يعني انت بتتكلم على خمسة ونص مليون بني آدم عندهم فيروس سي ولانه مفيش حاجة بتتعمل فالعدد قابل للزيادة والعدوى تنتشر لقدر الله لكن اتعاملت المبادرة بتاعت علاج فيروس سي بحس ان مصر تبقى قدر الامكان خالية من فيروس سي الايكونوميست كان بيكلموا على الوضع اللي في مصر بشكل انه الوضع مظلم شوف هم قالوا علينا ايه في 22 قالوا مصر قدمت دروس للبلدان المختلفة ما قالش مثلا ايه لبلدان العالم الثالث للبلدان المتأخرة قصلك البلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الفيروس او التهاب الكبدي الوبائي وعلاجها لفيروس سي ونفزوا برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان وخلال فترة وجيزة انت عارف ليه بلد تقرر تعمل ده مش بس بلد مهتمة بصحة المواطن هي بلد عايزك تبقى صحتة كويسة عشان انت تقدر تشتغل وتكن لقمة عيش بالحلال بعرق جبينك بكرامة بعزة نفس شوف مثلا تقرير التنمية البشرية عن السكن اللائق او السكن غير اللائق ما احنا زمان كان عندنا نسبة لبأس بيها من المصريين عايشين فيما نطلق عليه عشوائيات خطرة او عشوائيات غير مخطط لها في الحالتين العشوائيات الخطرة دي كانت مسألة باقسة لحياة الناس عارف بص هو لا فيه مية نظيفة ولا فيه كهربا بجد وكانت الناس بلقى واخدت كهربا من عمود النور ومن الارض والكبل وعايا الزغيرة تسعق بالكهربا مفيش صرف صحي مقايش شمس ما بتخشش بقولك ايه الوضع كان وحش قوي شوف هم بيقولوا ايه بيقولوا زادت اعداد قاتني العشوائيات بصورة كبيرة وده اللي ولد سلوك خطير لغياب الحد الأدنى ده كلام الناس الأجانب غياب ده ده كلام بتاع تقرير التنمية البشرية للسكن غير اللائق السكن اللائق قصدي والقضاء العشوائيات قالك لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط وده اللي كان بيؤدي لانتشار المخدرات وغيرها من الجرائب ده كلام الناس بتاعت بلد برة ده كلام المؤسسات الدولية على العشوائيات اللي عندنا السكن غير اللائق بالأي حال من الأحوال سكن لا يليق ببني آدم بص قالوا علينا ايه في 22 قالوا ان مصر عملت جهد كبير في تعزيز الحق في السكن للنائق عشان ليلي يقولك وكل شوية بتقولوا ان احنا بنبني عمرات وبنعمل سكن وبنعمل اه طبعا هو المصريين يعيشوا في عشش صفيح وتعريش خشب المصريين اللي بنوا العالم اللي علموا الناس يعني ايه حضارة فييجي يقولك ايه ان القضية دي حظيت بدعم سياسي كبير لو تتذكر في سنة 22 وتحديدا في شهر اكتوبر فخامة الرئيس شرفنا بمكالمة تليفون في البرنامج ده فانا سألته تقوله يا فاندم ليه اول مشروع سيادتك اشتغلت عليه كان مشروع العشوائيات الخطرة وكان رد فخامة الرئيس لانه ده حق المصريين على دولتهم حق المصريين ما يعيشوش بالشكل ده شوف هنا الجماعة الاجانب يقولك ايه اهو UNDP بصبع بيقولك ايه بيقولك حظيت بدعم سياسي كبير قدى لتطوير عدد من المناطق العشوائية اطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي للفئات المتوسطة منخفضت الدخل ده الكلام بتاع الاجانب العالم بتاعت الإخوان يقولك ده بيبنوا للأغناء لا هو حاجنا اللي تبنى إسكان الاجتماعي ومتوسط يكاد يكون أضعاف لا هو أكيد أضعاف بالصراحة مش يكاد هو أضعاف اللي تبنى بتاع إسكان فيخ بالمناسبة إسكان فيخ ده كان بيبنيه قطاع خاص حاجات كدت بمشاركة الدولة وحاجات القطاع الخاص لوحده لكن الدولة شلت على كتفها ايه طبقة المتوسطة والناس اللي على قد الحال طيب تعالى نشوف على سبيل المثال منظمة الصحة العالمية والرعاية الصحية الشاملة هم شافوا فيها ايه الرعاية الصحية الشاملة ما أنا قلت لك مظلة حماية اجتماعية لازم يبقى فيها صحة طالما اتكلمنا عن الصحة لازم يكون فيها فيروس سي تعالى نشوف هنا بقى كلامهم على العلاق في مستشفيات الدولة فقال لك زمان في البداية خالص قال لك يا جماعة نظام الرعاية الصحية في مصر معقد للغاية منظومة التأمين الصحي لا تغطي أعداد كبيرة من المواطنين المستشفيات الحكومية تواجه عرقيل بسبب الطلب الهائل لأنه الناس على قد حالها يعني والإدارة غير الفعالة وفشل في مواكبة التكاليف المتزيدة وإقدرت الموارد قالوا ما لم يقوله مالك في الخمر يعني قالوا كده قالوا الحقيقة مجردة عالفونا كنديك الحقيقة في وشك اهيه كنا تعال نشوف في 22 وصلنا لفين من نفس ذات المنظمة منظمة الصحة العالمية قالوا علينا ايه؟ قانون التأمين الصحي الشامل خطوة رئيسية للأمام نثق في نجاحها ندعم تطبيقها بجميع أنحاء البلاد لتحقيق حلم الصحة للجميع هيمتد تطبيق التأمين الصحي من 58% من المصريين لكل المصريين اهو إلى كل المواطنين دي او ده اللي شايفها منظمة الصحة العالمية تعال لصفحة 3 اهو بسيط وبسرعة طيب بصوا الخريطة الحلوة اللي احنا شايفينها دي ونشوف هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا يا جماعة ده بالمناسبة ده منظمة العمل الدولية دي او الخريطة دي اللي عاملها دي منظمة العمل الدولية وده التقرير بتاع 20-20-20-22 وبالمناسبة المؤشر اللي انتوا شايفينه لا يشمل الانفاق على قطاع الصحي ده قطاعات تاني بصبة مصر ضمن اكثر الدول انفاقا ضمن اكثر الدول ما قالش دول العالم الثالث ما قالش الاسواق الناشئة ما قالش اه مش عارف الدول النامية قالك ضمن اكثر الدول انفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وهي الاولى عربيا وهي الاولى افريقيا فاللي يجي يقولك وفلوس مصر بتروح فين منظمة العمل الدولية هي اللي بتقولك بيروح على خلق الناه على اهلين اللي على قد الحال النسبة الاكبر بتروح لأهلين ده كلام منظمة العمل فانت تشوف هنا بقى الدول اللي بتصرف على الفئات الاكتر احتياجا بص بقى مثلا من واحد لخمسين هتلاقيها ازرق غامق من واحد وخمسين لمية ازرق فاتح المية واحد لمية خمسة وتمانين دي بقى بيانات غير متوفر مصر من ضمن الخمسين دولة الاكثر انفاقا على مستوى العالم عاوز تحط مقارنات هتقارن مصر بالولايات المتحدة هتقارن مصر بالحتة بتاعة بيتش كولومبيا في كندا هتليها اقصى الغرب على ايدك الشمال خالص وانت بتتفرج على التلفزيون على ايدك الشمال صح هتبص على استراليا هتبص على الصين اه اسف على روسيا انت تنفق اكثر من دول كثيرة حواليك سواء اذا كان انت من ضمن الدول اللي زيك زي اوروبا تنفق على هذه الفئات النسبة الاكبر من الموازنة من ضمن اكتر خمسين دولة بتصرف على فئات اكتر احتياجا تعالى نشوف اللي بعده شانيجي يقولك هو انتوا يا جماعة مش مكتمين بالناس الغلابة امال كده ايه؟ طيب تعالى نشوف بنود الانفاق في برامج الحمال الاجتماعية عاملة ازاي؟ تلاتاشر اربعتاشر كان بيتصرف ميتين تمانية وعشرين وستة من عشرة مليار ماشي؟ طيب واحد وعشرين اتنين وعشرين انت زودتهم تقريبا مية وعشرين مليار فبقنا تلتمية تلاتة واربعين نسبة الزيادة قد ايه؟ خمسين في المية زيادة انا شلتلك الكسور مش خمسين في المية واثنين من عشرة يا سيدي خمسين في المية ده تلاتاشر اربعتاشر كان بيتصرف المبلغ ده؟ زاد خمسين في المية ماشي تعالى نشوف قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة احنا عارفين برنامج تكافل وكرامة بيروح لأسر اكتر احتياجا بالمناسبة وفي تلاتة وعشرين هيزيد هيزيد كتير كمان احنا زودنا نسبة زيادة في عشرين اتنين وعشرين لو تفتكروا بعد الحرب بتاعت روسيا اوكرانيا وفي تلاتة وعشرين هنزود اكتر علشان نحافظ على الناس الزيادة في قيمة الدعم النقدي تلاتاشر اربعتاشر كان خمسة مليار جنيه طيب بص بقى واحد وعشرين اتنين وعشرين اربع اضعاف الرقم بقينا عشرين مليار جنيه يقول الفلوس بقى يا جماعة انتوا بتاخدوا الفلوس رايحة للغلابة طيب طيب تعالوا نشوف قيمة دعم السلع التموينية زادت تلات اضعاف عن زمان احنا الرقم بتاعنا او السلع بتاعتنا بنتكلم على تلاتاشر اربعتاشر والمقارنة بواحد وعشرين اتنين وعشرين يعني طازة بطازة زي ما بيتقى تلات اضعاف كانت كام خمسة وتلاتين مليار ونص حلو كده بقت تقريبا سبعة وتسعين مليار سلع تموينية زيادة طيب تعالى نشوف المخصصات المالية بتاعت التأمين الاجتماعي اظن ده بقى ست اضعاف كانت تسع وعشرين مليار جنيه بقت مية وتمانين مليار هو اكتر من ست اضعاف بكسور بسيط احنا كنا تسع وعشرين واثنين من عشرة بقينا مية وتمانين مليار دي المخصصات بتاعت التأمين الصحي اه التأمين الاجتماعي انا اسف تعالى نشوف بقى ايه دعم الاسكان بتاع محدود الدخل كان صفر لا تقولي بقى لا مرسي ولا قبل مرسي ولا ديولي صفر على الحميد المجيد احنا كنا على الابيض على الحديدة على البلاطة صفر اصلها ايه بصت عايز نسبة جد صفر فاصل صفر تمانية حلو كده الله عالدقة بقينا خمسة مليار واربع من عشر ده الدعم اللي بيقدم لاسكان محدود الدخل ايه اللي بعده يعني مش اقولك زاد خمس اضعاف هو كان صفر بقى خمسة مليار ونص طيب مين اللي بيستفيد من برامج الحمال الاجتماعي يا يوسف انا اللي جاوب لا مش انا اللي هجاوب طبعا تعالى اقولك بقى بص يا سيدي نشوف كده المركز الاعلامي يمقدم لنا ايه قالك المخصص للفردة على بطاقة التموين كان خمستاشر جنيه ده في 2014 وخد بالك طبعا هو قبل 2014 كانت فتة يغمة ناس متوفية ايه ناس لا تستحق التموين حاجات زي كده يعني كان خمستاشر انا مش اقولك بقى الفلترة والتنقية اللي اتعملت كان خمستاشر يا سيدي بقى خمسين جنيه في 22 طيب يبقى انا هنا بتكلم على المخصص للفرد ده الفرد في البطاقة مش يعني من خمستاشر لخمسين سلع تموينية اكتر من ثلاث اضعاف ثلاث اضعاف وثلاثة من عشر تقريبا طيب الدعم الاستثنائي اللي حصل في سبتمبر 22 بعد الازمة الكبرى بتاعت الحرب الروسية الاوكرانية واللي قلنا عشان شوف الاخوان من ساعتها هو الكوش وقالك ايه الغاء بطاقة التموين من سبتمبر عملي يقولوك كلام الغاء الدعم الاستثنائي اللي هو يا جماعة ده مستمرة لحد شهر 6 جدعان لستة 23 شوف بقى اعتبارا من سبتمبر 22 والحد شهر 6 23 اضيفت 100 جنيه للبطاقة اللي بتضم اسرة واحدة 200 جنيه للبطاقة اللي بتشمل اسرتين او 3 اسر و300 جنيه ده لعم استثنائي مستمر لحد شهر 6 23 يعني لسه 6 شهر كمان للبطاقة اللي عليها اكتر من 3 اسر هو المستفدين كتير اه يا فندم المستفدين من منظومة الخبز على سبيل المثال 71 مليون مستفيد يعني تقريبا تلاتة وسبعين في المية من سكان مصر طيب وبطاقة التموين تقريبا تلاتة وستين مليون مستفيد يعني كده خبز كده تموين واحد وسبعين مليون مستفيد من الخبز تلاتة وستين مليون مستفيد من بطاقة التموين فلما تيجي تشوف هنا بقى المضاعفات عاملة ازاي البطاقات التموينية الدعم بتاعها زايد اكتر من 3 اضعف الدعم الاستثنائي بنتكلم تحديدا اسف زيادة الحد الادنى للمعاشات اكتر من ضعفين كانت 450 وبقى 910 ده الحد الادنى من 13 ل 22 طيب الحد الادنى للاجور 1200 جنيه في سنة 14 بقى 3000 جنيه في 20 22 اللي اعني بتتكلم في ده عدالة اجتماعية العيش قدامك والحد الادنى للاجور قدامك طيب تعالي على اللي بعده صفحة 6 احنا اتكلم طبعا القطاع الصحي تعالي صفحة 6 بص يا سيد مين يا يوسف اللي بيستفيد من برامج الحماية الاجتماعية خلال الازمة الروسية الاوكرانية انت قلت لنا بشكل عام خبزه وبطاقة توقيت لك مالا قلت لك برضو على الدعم الاستثنائي لكن تعال نشوف حزمة حماية اجتماعية اضافية تخفف على المواطن تكلفتها كانت قد ايه 67 مليار و 300 مليون علوات للموظفين زيادات لاصحاب المعاشات زيادات حد الاعفاء من الضرايب بحاول اقلل الضرايب على الفئات الاقل دخلا بقللها قدر الامكان تحديدا بدي اعفاءات لبعض الناس طيب شوف هنا عندك 50 مليار و 500 مليون تكلفة صرف العلاوة الشهرية الاستثنائية 300 جنيه شهري للعملين بالدولة واصحاب المعاشات هتقول لي مش كتير اقول لك صح بس احنا عندنا في مصر فيه مسأل لطيف يقول لك النواية بتسند الزير العالم منهار اقتصاديا منهار واظن انت شفت مظاهرات هناك في انجلترا فرنسا الدنمارك امريك حاجة يعني بالمناسبة انا عمري منبسط بانه في مظاهرات علشان الناس مش لقيا تاكل ولا لقيا تشرب ولا لقيا تصرف في اي حتة في العالم الانسانية تبقى هي الانسانية بس انت عندك دولة بتحاول كل اللي تقدر تعمله علشان تسند معاك قدر الامكان طيب تعال نشوف هنا مثلا التمانية مليار اللي في الجنب دول احنا قلنا خمسين مليار اللي هم بتوع العلاوة تلتمين جنيه طيب تعال نشوف كده حد الاعفاء الضريبي ما انا عاوز اشيل ضرائب عن بعض الناس فشلت ضرائب بقيمة تمانية مليار جنيه كل سنة عشان اقلل من على الناس حجم العب طيب الخدمات زي الكهرباء برضو الاخوان احصل حاجة عاملوك ايه زيادة اسعار الكهرباء تقوله يا ولا الدولة واخد قرار مثبتة سعر الكهرباء اهو العام المالي الجاري اللي من 22 ل 23 سعر الكهرباء ثابت طيب تعال نشوف المساعدات بقى بتاعة الاسر الاكتر احتياجا 3 مليار و 300 مليون حزمة حماية اجتماعية على بطاقات التموين مستحق المين اللي هياخده بقى الزيادات دي حوالي 10 ونص مليون اسرة 10 ونص مليون اسرة لحد 36 اللي جاي التكلفة واقفة على الدولة بـ 8 ونص مليار طيب انا زودت كام اسرة على معاش تكافل وكرامة؟ مليون ونص طيب انا عايز اقدم مساعدات وتوزيع سلع غزائية ومواد تموينية مجانية للناس قدر الامكان حلو؟ قدر الامكان في بعضها بعمله بسعر التكلفة وفي بعضها بقدمه باقل من نص سعر التكلفة حتى طيب انا عملت قد دي وزعت 2 مليون كرتونة شهري باقل من 50% من سعر التكلفة على الناس شهري يعني تقريبا 24 مليون كرتونة وصلت لبيوت اهلينا وخلق الله تعالى نروح لصفحة 7 ده الكلام اللي يهم الناس بالمناسبة الناس اللي محتاجة تعرف ده ناس اللي على قد حالها طيب قرى الريف المصري برنامج حياة كريمة بالتحديد اللي بنتكلم عليه اول مبادرة الكبيرة والرائعة طيب المراحل بتاعتها يعني احنا عندنا مرحلة تمهيدية هنقول ايه هنطور القرى الاكثر فقرا ايه كمان في يناير قلنا هنعمل اطلاق المبادرة ده كان في يناير 2019 375 قرية وتم استهداف تنفيذ تدخلات بيها في 14 محافظة كانوا متوزعين في 14 محافظة استفاد من المبادرة بتاعت حياة كريمة لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها 4.5 مليون بني ادم احنا عندنا بقى مستهدفات احنا رايحين لحد فيه احنا رايحين لحد 58 مليون طيب صرفنا 13 مليون ما تم انفاق 13 مليار انا اسف 13 مليار جنيه اجمالي اللي تم انفاقه في هذه المرحلة اللي هم 375 قرية نفذنا 100% من 375 قرية على نطاق 14 محافظة اتصرف فيها 13 مليار طيب ايه المستهدف من حياة كريمة كل الريف المصري اطوره كله على بعضه 58 مليون او 60 مليون بني ادم طيب ففي 21 اطلقنا المشروع القومي بقى لتطوير الريف بالكامل احنا في 19 قلنا هنعمل ما نطلق عليه كده يقولك النموذج الاولي بروتو تايب اعملها في قرية لا اعملتها في 375 قرية اعملها بحاجة ببلاش كده لا ده ان اصرفت عليها 13 مليار جنيه انا بستهدف كم قرية بستهدف 4584 قرية غير توابعهم توابعهم تقريبا 32 الف تابع اللي هي بقى النجوع والكفور والعزب يعني مش القرية وبس ده القرية بتوابعها موجودين في كم مركز كم مدينة 172 التكلفة يدلنا ويدلكم الصحة والقدرة من عند ربنا واحد تريليون جنيه فلما يجي حد يطلع عند العلبة تاعت الاخوان دي عال ركش فلوس مصر بتروح فين اهي تريليون جنيه عشان حياة كريمة بس بس لا بنقول بقى تأمين صحي ولا بنقول تأمين اجتماعي ولا بنقول معاشات ولا بنقول تموين ولا بنقول دعم خبز ولا بنقول حياة كريمة ده تريليون بس كده علشان حياة كريمة المرحلة الاولى 21-22 دخلت على 52 مركز طيب 22-23-60 مركز طيب 23-24 باذن الله سبحانه وتعالى 60 مركز ونبقى خلصنا مش بس كده ما عايزك تركز في حاجة بقى كان قالها الرئيس قال ايه احنا بعد ما نخلص كل ده لازم نبقى عاملين حسابنا على المتابعة والصيانة احنا مش هنبقى بنعمل كل ده ونسيبه في الاخر خلص بعد كده لا يتابع ولا يصان احنا هنتابعه ونفضل طول الوقت انتابعه ونشتغل عليه بحيث انه ما يعديش عليه سنة في التانية في الخامسة ولا العشرة ويبوز تاني لا تعالى نشوف صفحة ايوة نجابه الصفحة الوحدة ما شاء الله انه من غير ماقول صفحة تمانية طيب هل الدولة المصرية عايزة بس توزع يعني ندي تكافل وكرامة وسلاموا عليكم نوزع العيش بسعر المدعوم نوزع التموين او سعر التموينية بسعر المدعوم نا بس او نوزع حتى الكراتين خالص الدولة الجمهورية الجديدة عايزة ايه عايزة تمكين اقتصادي انا دايما نقولك في جملة ايه المصر يشتغل ويكسب لقم تعيشه بعرق جبينه وبكرامته بعزة وكرامة فالجمهورية الجديدة جزء من فلسفتها التمكين الاقتصادي الكل يصبح قادر على العمل ولديه فرصة للعمل ومدرب على العمل فتيجي نشوف هنا رعاية الاجتماعية للفئات الاولى بالرعاية من غير القادرين تم اعفاقهم من المصروفات الدراسية سواء اذا كان برنامج تكافل او برنامج تكافؤ الفرص التعليمية بالمناسبة احنا عندنا برنامج رجعين تاني للمدرسة او رجعين نتعلم حاجة زي كده دول ولادنا الاهليهم غير قادرين على دفع المصروفات الدراسية فحياة كريمة تكفلوا بدفع هذه المصروفات بالمناسبة عشان الولاد يخشوا يتعلموا يرجعوا تاني ما يبقاش الاحتياج المادي واقف عائق قدام تعليمه خمسة مليون طالب تم اعفاقهم من المصروفات الدراسية طيب تعالى نشوف اهلينا الكبار في السن دول محتاجين مراكز للرعاية ونوادي وما الى ذلك اربعة وثلاثين الف من اهلينا استفادوا من خدمات 355 دار ونادي نقول ابهاتنا وامهاتنا بالمناسبة يعني في سن في سن بعض ولادنا يبقوا اجدادهم يعني وجدته طيب ابناء مصر كريم النسب ولادنا سوضطين 27400 من ولادنا دول اتقدمت لهم رعاية ومساعدة بتكلفة تقريبا 660 مليون جنيه مصري علشان دول برضو ولادنا ولادنا ويستحقوا كده لهم يعيشوا كويس يكلوا كويس يلبسوا كويس يتعلموا كويس تعالى نشوف الدعم النقدي والدعم العيني اللي بيقدم بشكل شهري ليهم في نطاق بقى الايه الاسر الطبعية ولادنا تانين حوالي 431 الف من اولادنا اللي فقدوا اب او ام او الاثنين فبيتوفر لهم دعم نقدي بتكلفة قد ايه بقى واحد مليار و300 مليون سنوي دي مش مرة وراحد سنوي تعالى نشوف اخواتنا القادرين باختلاف بيتعمل لهم دعم نقدي بقيمة 5 و 2 من 10 مليار جنيه سنوي بيستفيد منهم مليون ومئة الف كل ده غير السندوق اللي اعلن عنه الرئيس بالمناسبة طيب تعالى نشوف الاسر اللي تضررت من ازمة او كوارث فردية لقدر الله او كارثة عامة لقدر الله ايضا اتقدم لهم قد ايه دعم اتقدم لهم مساعدات بحوالي 910 مليون جنيه استفادت منهم حوالي 226 الف اسرة بس كده لا احنا لينا اهالي كبار بلا مأوى حوالي 22 الف بني آدم 22 الف انسان مواطن مصري اه دول بلا مأوى اتقدم لهم ايضا دعم وتعاملت معهم وزارة التضامن احنا بنتكلم في التمكين الاقتصادي على 43 اول 44 مليار جنيه مصري اتعملوا في اطار مشروعات صغيرة متنهية الصغر وفرت حوالي 3 مليون فرصة عمل لحد شهر نوفمبر اللي فات على طول ده مش بنتفرج على الناس مصر ما بتتفرجش على ولادها وخلاص طيب تعالى نشوف حجم المشروعات او اعدادها عندي تقريبا 27 الف مشروع تم تمولهم من الصندوق صندوق التنمية المحلية التكلفة كانت تقريبا 184 او حوالي 185 مليون طيب تمويل حوالي 200 الف مشروع هم 200 واحد الف تقريبا مشروع في برنامج مشروعك بالتحديد وده وفر 2 مليون فرصة عمل عد بالمناسبة فرص العمل اتبتكلم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة متنهية الصغر اتنين وتمانية من عشرة مشروعك اتنين مليون يبقى كده كام؟ اربعة واثنين من عشرة مليون طيب قروض الانشطة الاجتماعية والاستثمارية الممولة من بنك ناصر الاجتماعي بالمناسبة احنا بنتكلم على حوالي 20 مليون واطن ايه ده؟ تعال نشوف صفحة 9 دي ارقام انت من حقك تعرفها البعض استفاد من اللي بيسمعونا هو كده عمليا مش البعض كتير من اللي بيسمعونا او اغلبهم استفادوا من ده وفي ناس تانية مستفدتش من ده فمش عارفين فلازم يعرف طيب والاستفاد يا يوسف انا بقوله ده اللي بتقدمهوه لك دولتك عشان ده حقك وليك اكتر منه كمان بنحاول تعال نشوف صفحة 9 دي بتقول ايه طيب السكن هل الناس تعيش تحت الكباري ولا في عشوائيات خطرة ولا في عشوائيات غير مخطط ليها وميبقاش من حق قولمية ولا كهرباء ولا صرف ولا 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 نشتغل علشان خطر الناس دي تعيش بالمزبوط لازم يعيشوا بالمزبوط السكن الاجتماعي اتنفذ فيه كام وحدة سكن اجتماعي هلين على قد الحال 612 الف وحدة و500 بالمناسبة التكلفة كانت كام 98 مليار جنيه عشان السكن الاجتماعي طيب لسه فيه عندي تاني ايوة انا بنفس دلوقتي ربع مليون وحدة يعني عملين انت هتوصل تقريبا لمليون وحدة سكن اجتماعي بس بس طيب في المناطق العشوائية المناطق العشوائية عندنا واحد واثنين من عشر مليون مواطن استفاد من تطوير 357 منطقة غير امنة المناطق الخطرة 25 محافظة من اصل 27 خدوا 246 الف وحدة سكنية تكلفتها كانت 63 مليار تعال نشوف المناطق غير مخططة اثبت الهجانة على سبيل المثال من المناطق غير المخططة ده مثلا الدوئة منطقة خطرة او كانت يعني طيب 318 مليار جنيه لتكلفة ورفع كفاءة البنية الاساسية في مناطق غير مخططة 58 منطقة على قد ايه بقى 4595 فدان يا مؤمن فيهم تقريبا 460 ألف أسرة اضرب العدد في 4-5 عشان تعرف الناس استفادت الى اي مدى ده غير 90 منطقة بمساحة تقريبا 10,047 فدان بنشتغل عليهم وجاري من الانتهاء او جاري الانتهاء منهم دول بيخدموا لوحدهم مليون أسرة يبقى انا بتكلم في حوالي مليون ونص أسرة يا دين النبي طب الاسواق غير العشوائي حيث الهرج والمرج في 20-30 بإذن ربنا سبحانه وتعالى مصر هتكون انتهت من الاسواق العشوائية تماما تكلفة تطوير هذه الاسواق 44 مليار عدد الاسواق 1105 سوق عشوائي فيها 306 ألف وحدة بيع بتعبير زمان فرش طيب بيتم التطوير دلوقتي اللي بيشتغل على 20 سوق كويس وفيهم حوالي 3033 وحدة اخد بقى اهوة بقى عشان نصح صح وده شغل مين هل ده شغل للناس الأغنية يا جماعة يعني كل اللي أنا قلته ده ليه علاقة بالناس الأغنية؟ لا ليه علاقة بالطبقة المتوسطة العليا؟ كبار الموظفين في الشركات الاستثمارية وما إلى ذلك؟ لا ليه علاقة بالطبقة المتوسطة؟ بعض الأمور هنا ليها علاقة بالطبقة المتوسطة وكثير من الأمور ليها علاقة بالأغلب الأمور ليها علاقة بالطبقات أقل من المتوسطة الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً طيب تعال نشوف صفحة عشر الرعاة الصحية ودي حاجة مهمة جداً ويمكن في أول الكلام اتكلمنا على فيروس C طيب نسبة زيادة عدد المواطنين اللي تم علاجهم داخل مصر على نفقة الدولة زادوا قد إيه في المية؟ مية وتمانية في المية ماشي طب كان بيتصرف أو كان مواطن تقريباً كانوا تقريباً صفر فاصل ستة وتسعين مليون مواطن صفر فاصل يعرف يعني كم يعني ستة وتسعين ألف ملي أدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقوا اتنين مليون مواطن يا رب يدي كل الصحة لكن كانوا ستة وتسعين ألف بني أدم اللي بتعالجوا على نفقة الدولة اللي خدوا العلاج اللي تعالجوا دلوقتي اتنين مليون خدوا العلاج وتعالجوا ربنا يتم شفاء الجميع أكتر من أربعة أضعاف زيادة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة في الداخل سنة 13 كنا 3 مليار وصلنا لـ 12 مليار و 6 من 10 بيتدفعوا علشان علاج على نفقة الدولة في الداخل برامج العناية أو الرعاية الصحية لغير القادرين 6 و 8 من 10 مليون بن أدم يعني 6 مليون و 800 ألف لغير القادرين ايه هي المنظومة بتاعت التأمين الصحي الشامل يعني تعالي بص المنظومة عايزة تعديل ليه هيكل إنفاق الأسر اللي 60% بيتصرف منه من اللي انت بتكسبه ده أو آسف من اللي انت بتصرفه ده 60% من مصروفاتك على الدواء والعلاج مصر مش عايزة كده مصر عايزة حضرتك ما تتكلفش إلا رسوم وأنا قلتلك قبل كده في منظومة التأمين الصحي الشامل أدخن وأغلى عملية بعد الشر عن الجميع أدخن وأغلى وأدق عملية تتعامل بـ 300 جنيه فقط لا غير فقط لا غير ماشي طيب بدأت المنظومة في بورسعيد لو تفتكر رحت على الإسماعيلية ولقصر وجنوب سينة وأسوان المرحلة الأولى تكلفت 51 مليار و200 مليون استفاد منها أكتر من 5 مليون بني آدم في مصر التأمين الصحي الشامل مش العلاج على رفقة الدولة ده حاجة وده حاجة ده 6 و 8 من 10 مليون مستفيد العلاج على رفقة الدولة تأمين الصحي الشامل 5 مليون مواطن بص بقى تم تسجيلهم في المحافظات اللي احنا بنقولك عليه طيب أكتر من 17 مليون خدمة طبية تيجي تقولي 5 مليون أقولك دول 5 مليون مسجلين سجلوا أسميهم تم تسجيلهم في المنظومة في الخمس محافظات دول طيب اتعامل قد إيه خدمات طبية 17 مليون خدمة طبية 270 ألف عملية بالمناسبة ده 270 ألف عملية أدخن واحدة فيهم و300 جنيه اللي بعده صفحة 11 عندنا 16 مبادرة صحية في البلاد اتعملت وجار التنفيذ 152 مليون زيارة للمواطنين 152 مليون زيارة يا خبرة بيان ايه ده ده كتير قوي طيب بص هنا على المبادرة الرئيسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكولوي الريس بدأ معانا بفيروس سي أنا أفتكر زمان ساعة أنا موليد 75 أنا عيشت عمري كله لحد 2014 ولو حبيت أخدها لحد 2011 جزء لا يتجزأ بل هو جزء أصيل من احتجاجات الكل حلو في مصر لازم حديث على فيروس سي لازم حديث عن الفشل الكلوي وكنا نقول كده شعاره كان يكتب في كل الجرايد ويتقال في كل حاجة في أي حراك في أي منقابة في أي مكان أكباد المصريين مش عارف المهترئة أين العلاج لأكباد المصريين الفيروسات تفتك بأكباد المصريين ده يبقى شعار الشعار التاني الفشل الكلوي الذي تسبب فيه فلان وعلان أنتم تفتكون بصحة المصريين جي الرئيس عمل حاجتين مهمين جدا 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 في الرعاية الصحية وما بينهم مهم بس الحاجة الأولانية كانت فيروس سي أكباد المصريين في خطر ده الحديث اللي فضل داير من ساعة منت ولدت لحد 2011 و12 و13 وكذلك الفشل الكلوي طيب اشتغلنا على فيروس سي يجي الرئيس يقولك لا والاعتلال الكلوي نسكت ما نسكتش فيبقى عشرين عشرين اطلاق المبادرة طيب اتصرف قد ايه اتنين ونص مليار علشان الأمراض المزمنة والكلة 30 مليون مواطن تم فحصهم وتقديم العلاج اللي لازم ليهم بالمجان لحد دلوقتي لحد دلوقتي طيب تعال نشوف أرقام في السريع كده الندارات 270 ألف ندارة طبية 43 ألف عملية مية بيضة مثلا عندك 61 مليون اول 62 مليون شخص اتعملهم فحص في عموم الجمهورية 61 اه آسف واحد ونص مليون بني قدم اتعملهم اجراءات او عمليات جراحية اللي أنا بقوله لك ده اعتبروا الحلقة الأولى من سلسلة ما اسمها كنا وكيف أصبحنا بالمصر الفصيح احنا كنا فين وبقينا فين هو احنا معديين معديين بأمر ربنا أولا مفيش حد عارف الغيب إلا الله بس احنا في 8 سنين كلنا اشتغلنا كلنا المشاهد والمتحدث والمسؤول كلنا اشتغلنا محدش فينا حط ايده في جيبه بالمناسبة لما بتقول أصل مفيش حاجة بتحصل في البلد ده معناها ان انت ما بتعملش حاجة معناها أنا متأكد انك انت بتعمل حاجة ما انت بتشتغل وشاقيان صح وكلنا هنفضل نشتغل لحد ما هنعدي هتعدي هتعدي أزيدك من الشعر بيت طيب بصيلي كده على حزمة إجراءات حصلت في الثلاث أسابيع اللي فاتوا وقل لي رأيك خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة